يا صباح الفل النهاردة هنعمل عجة البطاطس او فرتات البطاطس اكلها سهلة جدا ومكوناتها موجودة في كل بيت وطعمها طحفة مكوناتها بسيطة عبارة عن بطاطس وبيض وجبنة في النص وبنحط معها اي حاجة موجودة عندي في التلاجة فراخ لحمة مكوناتها عبارة عن بطاطس متقطعة مكعبات صغيرة بالشكل ده بصل متقطعة برضو مكعبات بنفس حجم البطاطس الصغير ده يعني مش مفروم ولا مهروس ولا اي حاجة متقطعة مكعبات صغيرة كده عندي بيت اربع خمس بيضات عندي جبنة متزرلة او اي نوع جبنة من اللي هو بيمط عندي كمان فلفل الوان وعندي ملح وفلفل نروح بقى نحط على الطاصة نحط طاصة على النار نحط فيها زيت عميق هنقلي قلية عميق للبطاطس والبصل البطاطس مش هنحمرها قوي ولا البصل كمان احنا يدوبك حيستوهم بالشكل ده بعد كده حنشلهم لما يستووا يسفرهم يدوبك احنا عايزين نسويهم مش نحمرهم بصوا انهم عامل ازاي هو ده الشكل اللي انا عايزيه خلاص كده هم استوهم بالدرجة اللي انا عايزيها حطلقهم احطهم على مناديل بتاعة المطبخ واروح اعمل الخلطة دربنا البيت بالملح والفلفل ودي البطاطس والبصل اللي حمرناهم نحطهم في بخولة نحط عليهم الفلفل الالوان والبيت ونقلبهم حلو الجبنة مش هستخدمها دلوقتي وده الخليط هنروح نحط على النار طاصة حط فيها قطعتين زبدة وننزل عليهم بنص الخليط اللي عملنين بالشكل ده هنسويه عشان هنعمله قرص وبعدين هنحط عليه الجبنة الموتزريلا ولو عندك اي حشو تاني ممكن تحطيه كمان مع الجبنة وبعد كده هننزل بالنص التاني من الخليط اللي احنا عملنا من البطاطس ده هنحاول نسويه عشان احنا هنقلب القرص ده بعد ما يستوي من تحت فمش عايزين الجبنة تتيح عشان ما تتحرقش مننا فالجبنة نحاول على قد ما نقدر تبقى في النص مش زهرة ولو عايزة تغطيه ممكن تغطيه بس ما فيش مشكلة احنا هنقلبها فهتستوي من الجنب التاني كمان بس كده هنشايك عليه كل شوية بان احنا نشوف طرفه استوي ولا لا يعني هنشوف من الطرف احمر من تحت خلاص ساعد هنقلبه عشان نسوي الوش التاني كده خلاص استوي من تحت هنقلبه بقى افضل طريقة عشان نقلبه ان احنا بنزحلقه على طبق كده وبعدين نروح قلبين الطاصة وخلي بالك الطاصة سخنة فحنحتاج فوتا كده قلبناها نحطها بقى على النار تاني احنا هنا النار هنستخدمها نار هادية ما هياش حامية وما هياش وطية يعني متوسطة اقرب انها تبقى هادية خلاص نسيبها لغاية ما تتحمر من الوش التاني كده خلاص استوت طلحها بقى نحطها على طبق مش عايزة اقولكوا قد ايه ريحتها تحفة وطبعا لون هيجنن والطعم مفيش احلى من كده تدرج بقى الالوان البطاطس مع الجبنة اللي سايحة جوه مع البيض مع الفلفل الالوان حاجة تجنن يا رب طريقة الفرتاتة تكون عجبتكم واشوفكوا في فيديو جاي ان شاء الله اشتركوا في القناة